كيف تتجاوز حقوق الطبع والنشر لتربحها من فيديوات منزلة على منصة اليوتيوب أنا عندي قناة وبغير ربح من المحتوى سواء المسموح بإعادة نشره سواء الغير مسموح بإعادة نشره يعني محمي بحقوق الطبع والنشر وغالبية أو لكثير من القنوات دائما كيبحتوا على واحد الحاجة اللي اسمتها ودائما كيطرحوا لي واحد سؤال كيفاش أخي يا خالد نتجاوز حقوق الطبع والنشر باش نربحه من الفيديوات أنا عندي قناة ببغيش ندير فيديوات ديالي بغي فقط أنني نهز فيديوات ونعود نشرها ونربح منها هذا الأمر أصدقاء في هذا الفيديو غدي نعطيه أهمية كبيرة لأنه سبب هذا المشكل تم غلق العديد من القنوات وتم إيقاف الربح على العديد من القنوات وتم يعني منح عدة انضارات بسبب هذا المشكل باش تخدم من تمرتاح باش تخدم وتربح من هذا المحتوى إليك طريقة مهمة يمنحها لك اليوتيوب وهي طريقة الاستخدام العادل ما هو الاستخدام العادل وكيفاش نخدم بهذه الطريقة وهل هذه الطريقة ستنجي قناتي من الحدف ومن الانضارات السلام عليكم أصدقائي الأعزاء لأوفياء متابعي قناة خردوتيب محبوب لكم على فيديو جديد كاتبنا تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة الاستخدام العادل أصدقائي واحد الكلمة اللي كنسمعوها بزاف اليوتيوب دائما كي يقول لك الاستخدام العادل الاستخدام العادل هاد الاستخدام العادل يمكنني باش أنني او لا يسمعو لي أو لا يخليني أنني انهز فيديوهات منصة اليوتيوب ونعاود ننشرها ولكن بشرط يعني حتى السيدي لا جاي يقدم لك مثلا اه مطالبة بحقوق الطبع ونشر الى كالفيديو داخل ضمن الاستخدام العادل ما يقدرش يقدم لك مطالبة بحقوق الطبع ونشر ما يقدرش يسبب لك في حدف الفيديو مع الانضار ما يقدرش يجيك نهائينا للفيديو. لهذا اولا خصتك تكون عارف ما هو او لا تكون عارف الشرح او للطريقة ديال الاستخدام العادل. مشي تسمع الاستخدام العادل وبتيتهز فيديو وتعود له المونتاج وتقطع والصو اللي كانت في اللول ترجعها في الاخر وتبدل الموسيقى وتسرع وتقول انا درت الاستخدام العادل. هذا مشي استخدام عادل. هذا تسمى تحايل. الاستخدام العادل. سنعطيه بعدها شرح مبدائي وشرح اولي. ومن بعد سنعطيكم تفسير لمنصة اليوتيوب. اولا كي يقولك الاستخدام العادل. هو مبدأ قانوني يتيح لك استخدام المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر في ظروف محددة بدون الحصول على الادن من مالك هذه الحقوق. يعني انا مشي نستأذنك. هذا الفيديو انا دايله شي واحد دا بغي هزلي من هاد الفيديو شي حاجة واخر انا ديله الحماية بحقوق الطبع والنشر. محمي بحقوق الطبع والنشر. يمكن لديك استيدي هز. ولكن بشروط مشي غايش يهز الفيديو وصافي. مهم اصدقاء. هناك يقولك. اذا تم استخدام المحتوى المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر في الفيديو بطريقة. تجعله مؤهلا للاستفادة من احد استثناءات حقوق الطبع والنشر. يعني هذا يعتبر الاستخدام العادل بحق ذاته استثناءات. يعني ما كيدخلش ضبنا يعني اناهزت المحتوى دلشي واحد. كي يقولك هذه الحقوق تنطبقه على المحتوى المعني قبل ان يطلب من يوتيوب ازالة محتوى بسبب انتهاكي حقوق الطبع والنشر. اذا رأى مالك حقوق الطبع والنشر ان الفيديو غير مؤهلا استفادة من احد استثناءات حقوق الطبع والنشر. يجب ان يقدم لنا تفسيرا كافيا. مهم. بالنسبة باش نكونوا عارفين. الاستخدام العادل. ارى ماشي ليوتيوب هو اللي يقول لك هذا استخدام عادل. ارى مثلا اللي اذتي لفيديو وقد اهزلي عن طريق يعني يعني اه اه محسوب على الاستخدام العادل يمكن لي نقدم بك دعوة ونقدر ان فصلوا حتى للمحكمة والمحكمة هي اللي تقول لنا واش داخل ضمنها اطار الاستخدام العاديل ولا دلا ما داخلش ضمن EAطار الاستخدام العادل. هناك يقولك العوامل الاربعة لاستخدام العادل. هنا اربع عوامل كيقولك في الولايات المتحدة يحدد القضاة المحتوى الذي ينطبق عليه مبدأ الاستخدام العاديل. وسينظر القاضي في كيفية انطباق آآ عوام الاستخدام العاديل اربعة على كل حالة. يعني اربعة. هناك يقول لك. نزيدنا بطول تحت سافوا. اولا طبيعة الاستخدام والغرض منه هو يشمل ذلك ما اذا كان هذا الاستخدام ده طبيعة تجارية او كان الغرض منه تعليميا وغير ربحي. يعني لكتي داير نتاع داير الهدف من هاد الاستخدام فقط انك باشترباح وانك ضار بالحساب ليفي وضار بالحساب هادي. كينا فرق. هنا الى اضغطنا. هناك يقول لك تركز المحاكم عادة ما اذا اجرى تغيير على المادة المستخدام والمحمية بمجابة قطعة النشر بتعبير اخر. تحديد المحاكم. ما معنى? مثلا انا هزيت كيف لكم فيديو وعود لعي المونتاج. وقديته. وكنولا نحطه وكنولا اهدا داخل ضمن اطار المحتوى العادل. ولكن انا مثلا حاليا ده بأنا كنشرح على فيديو كنشرح على المحتوى العادل. يمكن لي انا ندخل نهز لقطة من اي لقطة ديال اي فيديوهات على منصة اليوتيوب لقناة تعليمية تشرح لقطة من هاد اه الموضوع اللي انا كنشرح عليه ونديرها ضمن الفيديو ديالي وما يجينيش على حقوقها لانا انا ديك اللقطة هزيتها لقطة ضمن اي اضمن يعني اساعد بها الشرح ديالي. يعني كنعاون بها الشرح ديالي باش انا هادك السيد اللي كيتفرج في الفيديو ديالي يفهم مزيان شن هو يعني الاستخدام العادل. يعني بهذا الطريقة مثل القنوات اللي بتلا كيديروا رياكشن كيبشيكي هز فيديو كيحطو وكيحط تصويرا دياله في شاشة الفيديو وكيقولك انا داير الاستخدام العادل او لا رياكشن غدير رياكشن غتهز لقطات وهيكون عندك اصلا موضوع للفيديو ولب لذلك الموضوع يكون عندك واحد الموضوع وذو كل اللقطات اللي كدهز فقط كتستشهد بيهم يعني عي كتوضح بيهم كنهز هاد اللقطة باش كنوضح بيها كنهز هاد اللقطة هنا الفيديو ديالك تيدخل ضمن اا الاستخدام العادل. انك تي كدهز الفيديو كامل الفيديو سيد حاط في عشرة دقائق وانت جيت انتهزيت له عشرة دقائق وكتقول بانك عندك الاستخدام العادل. هذا لا يندرجه ضمن الاستخدام العادل. هناك يقول لك طبيعة العمل محبيب موجب حقوق طلب والنشر. يعني بعد استخدام الاعمال واقعية استخداما عادلا على الارجاح اكثر من استخدام اعمال خيالية. يعني استخدام باش انا استخدام اعمال واقعية مش هي استخدام اعمال خيالية. هناك لك حجم الجزء المستخدم. ها انت هنا يعني كيقول لك حجم ان الاستعانة بمقاطع صغيرة من المادة المأخوذة من عمل اصلي تعد على الارجاح استخداما عادلا مقارنة بالاستعانة بازاء كبيرة. يعني انا كما قلت لكم عن هزتا عن شيد واحد سيد غن ناخد له خمسة التواني والعشرة التواني هذا لا يضر الفيديو الخاص به ولكن لو شيد هزيت له الفيديو كامل را غادي تأثر هزيتك سيد ربما ذاك الفيديو دياله اللي غادي نحطه عندي انا ربما يجيب لي مشاهدة كتاب وربما نربح انا هو مايربحش را هدا هو المشكل الكبير مثلا انا حطيت الفيديو وما جابليش مشاهدة جاي السيد اخر هزلي الفيديو كامل وحطوه في القناة دياله وربح منه كتر من اللي كربح انا يعني هنا ما كين الشرط الرابع هو التأثير الاستخدام على السوق المحتملة للعمل المحمل مجاب حقوق الطب والنشر او قيمتي يعني كما قلت لكم والسيد يعني هنا يا الاستخدامات التي تضروا بقدرة مالك حقوق الطب والنشر يعني انا الفيديو حطيته هو ربح منه كتر مني انا يعني هنا ما كيبقاش الاستخدام العادي لون بشيو انا وياه كما قال في كما كان قوله في مبغى يعني يمكن لي ندعيم اليوتيوب مثلا لها هو در لي يعني تعرض على الفيديو او لا اشعار موضع يمكننا اننا نوصل المحكمة ويمكن لي الربحوث المحكمة عن طريق هاد المادة اللي كينا في الاستخدام العادل هناك يعطيونا بعض الامثلة على الاستخدام العادل مهم هاد المقالة اصدقاء انا نخلي لكم الرابع ديو لابس ان نخلص باش انكم تفهموا شده هو الاستخدام العادل مهم خلاصة القول كتيك تدير كورة مباريات كورة القدم من اصعب المواد اللي الناس كتبغي ان تعطيع لها اخبار او لا تعطيع لها معلومات او لا تدير تحليل للمباريات او لا اراها الصحي طعيب باش تربح من هاد المحتوى اعلاش لانه خاصك تكون من الاحسن انا كنعطيكم كفكرة من الاحسن انك تبان في الفيديو وانك اللقطات اللي غدي تاخدها تكون ضمن لقطات قصيرة خمسة ثوانية عشر ثوانية وتكون تكتشرحها لانشي تكون قالص نتايا او لا مكانش نهائيا وحضو كل لقطات في الفيديو هذا غدي اكتر لك على الفيديو ولا الفيديو ما جاكش عليه حقوق الطعام النشر في تلك الساعة يقدر يجيك عليه حقوق الطعام النشر في المستقبل في العام اللول او العامين أنا راه بعض الفيديوهات عندي داستعليم سنتين وجانع ليهم حقوق الطبع والنشر مهم كان هذا التفسير وتوضيح عن الاستخدام العادل في منصة اليوتيوب شكرا لمن تبعنا إلى النهاية شكرا لمن وضع لايك للفيديو والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله